24 بإذن الله هتبقى مباراة تصنيفية يعني مباراة ترتبية هنلعب نادي الفتح المغربي وده هتبقى في ساعة خمسة في تمام يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله دي أول مباراة لنا وفي حالة فوزنا بإذن الله هنلعب مع الخسران في مطش أهل بنغازي الليبي وكيبتاون تايجرز اللي أغالبا هيكون كيبتاون تايجرز لأن الأهل بنغازي طور فرقته ودعمها أكتر من مجموعة النيل أو كم يلعب معنا في مجموعة النيل خد تاني الوصيف المجموعة بعدين بس يطور يعني دعم فرقته بمجموعة من اللعبين أقوى كمان فالفرقة بقت أحسن لو كسبنا اللعب الخسران لقدر الله لو كسبنا اللعب الفائز من الفرقتين دول نتمنى إن شاء الله نحن نفوز أول مباراة وبعد كده نروح على المباراة التانية تبقى مباراة سهلة وبعد كده نخش بقى على دور التمانية ونخش بعد كده على دور الأربعة والفينان هم خمس مباراة بالمناسبة خمس مباراة مباراتين تصنفيتين وثلاث مباراة بقت تمانية أربعة واحد طبعا أكيد إطالة عمر البطولة ده لها أهداف معينة هي أن انت تدور على العدل المطلق إن الفرق تاخد فرصها وإن الفرق كلها تلعب وتاخد نفس الفرصة وكمان أكيد لها أهداف أخرى من أهداف تسويقية لأن كل المباراة دي متباعة وبتتزاعة على موقع الان باي نفسه موقع الان باي في أمريكا بتنزع للمباراة دي يعني بتتشاف في كل حتة في العالم فأكيد فيه أهداف تسويقية زي ما فيه أهداف فنية كمان لهذه البطولة والبال الصراحة أو الان باي أول ما دخلوا أفريقيا وتم رعاية هذه البطولة لحقيقة أجمل تعليق سمعته يعني سواء في قراءة فطوط أفريقيا الكرة الطائرة أو اليد قال لك طب يا جماعة من جيب الان باي رعا كمان الطائرة واليد وبتاع لأن الحقيقة يعني التنظيم رائع قمتهم لبسوهم كل شيء والمحترفين كل شيء بيتكفل بيهم الان باي أكاديمي عشان يضمن أن الفرقة اللية هتشارك تأخذ نفس الفرص ونفس الـ budget اللي محتوطة للفرقة دي هي نفس الـ budget اللي محتوطة للفرقة دي خلي بالكوا ده موضوع يعني نفس المزانية بعد الفرقة دي الأهل يخiver نفس المزانية اهو بطل هو البالي السن الفاتف نفس المزانية اللي واخدها الأهل الليبي يعني ايه بمعنى ايه بمعنى انه هو دايما اللي بقى فيه تكافؤ فرص ودي حلاوة البال وانا بتصور ان كل نسخة وراء التانية دي النسخة الرابعة كل نسخة وراء التانية هيحصل تطور وعدد الفرق هيكتر النهاردة فيه تلات مجميع تصفيات كانت الاول مجموعتين مجموعة الصحراء ومجموعة النيل النهاردة بقى فيه مجموعة كمان في جنوب افريقيا اتصور هيعمله بقى كده مجموعة فوسط افريقيا مجموعة في السنغال مجموعة في مصر مجموعة جنو أفريقيا ممكن يعمل لك واحدة في سنتر الأفريقيا تاخد المنطقة اللي في النص دي ممكن كمان يعمل لك لنهايات هتبقى فيه وانده فانت النهاردة بيعمل اسكان لكل وبيضمن ان كل أفريقيا بتشارك معه ده بيبقى فرصة احنا وحنا لعيبة كنا نتمنى ان ده بيقى موجود أتشاف وصمصر يشوفوني ويبقى عندي فرصة ليه لأ لعيب من عندنا يروح الان باي اللعيب بتاع افتكر سيتي اويلرز يعني مش فاكر بالزبط يعني كان بلعب فيه ان هم كانوا مبراج كتير ولكن رايح جامع ديوك اكبر جامعة في امريكا النهاردة فالعيبة كتير بتتشاف دلوقتي بيقى ليه فرصة غير زمان زمان كانت الفرص قليلة ونتشاف صعب